اشتركوا في القناة ويحكي قصة الحياة المهنية أكيد واللي فيها العديد من التتويجات ربما وطنية ودولية هذا هو الفضاء الموضوع على ذمتكم التواصل الممكن عن طريق صفحتنا على الفيسبوك 1010 ومرحبا مش نستذيف اليوم ضيوف اللي هما توينسا منورينا حاضرين خلال فعاليات المعرض الوطني بمقر الاتحاد الصناعة والتجارة بمنتوج جديد تحصل على براعة الاختراع في أوائل 2023 وطنيا ودوليا والابتكار متمثل في إنتاج قوالب للبناء الإيكولوجي والصالون هذية بعنوان البناء الأخضر اللي هو صالون وطني البارح واليوم متواصل في مقر كما قلنا الاتحاد وطني للصناعة والتجارة اللي حب يمشي ويكتشف أكثر هالمنتوج ويبني به ويستحفظ على فلوسه وعلى البيئة وعلى الطبيعة وعلى الإيكولوجي هذا الكل اللي نجم يلقاه في المقر خلال البارح متعدة واليوم مازال مشوار متواصلة معهم عدنان سبيس مهندس فلاحي منسق مشروع أنتاش قوالب البناء الإيكولوجي أهلا وسهلا ومرحبا بيك ونرحب زادة بسابر البهري اللي هو مختص في البناء أهلا وسهلا ومرحبا بيك حاضرين معنا كما قلنا للحديث على هلمنتوج هذا قوالب البناء الإيكولوجي نبدأ معك سابر أنتما مشاركين في فعالية السالون الوطني كما قلت للبناء الأخضر 3 أو 4 ميب مقر لتكال اتحاد الوطني للصناعة والتجارة بهالمنتوج هذية وجبته الانتباه بهالمنتوج التونسي اللي متحصل على براءة الاختراع الوطني والدولي أواءل 2023 وبالتالي البارح كيفش كانت التفاعلات مع كل المشاركين دوليا واللي ربما استقطبوا واستقطبهم هالمنتوج هذي بالنسبة للمنتوج المشروع مشروع رائد يعتبر مشروع رائد وعنده مميزات اللي هي مميزات اقتصادية مميزات إيكولوجية المميزات الاقتصادية يخفض من كلفة المواد المستعملة للبناء في التصعيرها وعنده فوائد أخرى اللي منها يعني يتم استخدام هالمواد هذي القوالب الجاهزة ونتمكنه من العزل الصوتي للعزل الحراري البرح هما طلعين فما مسار وفما من مختلف بلدان العالم كانوا موجودين ضمن فعاليات هالمهرجين هذي البناء الأخضر كيفش كانت تردد الفعل إزاء هالابتكار اللي هو التونسي مية بالمية شما قالوا لكم سيما وأنه يظرب في عصفورين وهما اليوم مستحقين ومشدوا انتباهي لعالم الكل للحفاظ على البيئة والحفاظ على التكلفة التكلفة عفوا في إطار انهيار المقدرة الشرائية لدى الناس في العالم أجمع بالنسبة لقينا يعني رغبة بزايدة جونا من كل الأنحاء متاع العالم اتصلوا بنا وكلمونا فهمتني كيفش اللي هما في حاجة للقوالب الجاهزة هذه الحاضرة اللي هي تعتبر يعني قوالب جاهزة في مجال البناء الأخضر بتبيعها وحكوهم معنا فهمتني كيفش وحبوا يتواصلوا معنا يعني بوادر طيبة بوادر طيبة صارت في المعرض سيعد نان ما أنك أنت منسق مشروع انتاج القوالب البناء الإيكولوجي لكن تعطينا أكثر تفاصيل ربما على خصوصية هالقوالب بايش مصنوعة هالقوالب من أنا مواد أساسية منين تجيبوا في المواد الأساسية والتكلفة خاصة هي أهم نقطة بالنسبة للمواطن مهما كانت الجنسية متاعه في أنه التكلفة متعداره تكون أرخص في ظل انهيار المقدرة الشرائية اليوم وهو روى انتاج القوالب الجاهزة هالية متكون من مواد طبيعية طبيعية في تونس اللي هي الجبس ونجرة معنا هذو حاجتين متوفرين في تونس معناها طاقة كبيرة في المناجي بتاع الجبس في تونس اللي هو مادة سعرها مقبول ياسر الانجرة سيتان ديشي وتخذوه مجانا من النجرة؟ من النجرة معناها موجود معناها سيتان ديشي كن ركوبير أبا بري أما النجرة لنسي عدنين وقت يسمعوا أنه هالديشي وهالفواض البقايا الخشب اللي تتطيش من قبل النجرة اليوم هو وقت انتو ما تستثمروا فيها وتخدموا بيها وتربحوا بيها ربما فلوس ودفيز ربما تتبدل للرؤية ربما يقول لك لأي نشري وإلا عندكم مزودين تتعاملوا معهم كيفش تتم العملية؟ الزوز موجودين وثم حتى كان ملوحه باقي تلقى روحك خطر هي بتبعت ويزم يتخلص منها الثمام مادة أخرى اللي هي معناها مادة طبيعية كيف نستعملوها اللي هي تابعة معناها المادة اللي نستعملو بخلاف الزبس نحكيو عليها وهو المشروع كان استجابة لمتطلبات إيكولوجية وبيئية كما قلت حكي السيصابر الفوائد البيئية هي معناها قاعدين نستعملو في مادة اللي هي طبيعية ما تطلبش سعر كبير ياسر عندها العزل أكوستيك كما قال معناها الصوتي والعزل الحراري وكيقول العزل الحراري معناها عن تسخين في الشتاء ينقص وتبريد في السيف ينقص عندك أقل كونسومات متع إلكتريسيتي متع ذوق تهرباء وغاز وطسكي سانسوي وطسكي فيول عندك حاجة ثالة الأكوستيك ستريج أمورتان عزل الصوتي خاصة في الإقامات الجماعية وانت تعرف مشاكل تعاني من الناس ربما يكون هو البديل أو الحل البديل والجدري للمشاكل متع الصوت وقلق الجيران عندنا اللي هو اللي عملية الانتاج لا تستعلك طاقة معناها ما تستعلكش طاقة الانتاج ما نفت با أبل الطاقة كبيرة معناها ما نسعنوش دو كذي زادا النوتر فولي إيكولوجيك وكي ريديو الكو ستانوت نوت كمبوزان دو ريديوكس دو كو دو كذي قطع نظر عندك أنه يكون عازل حراري بيتمعاتكم خمسة سنين تخدموا على هالمنتوج اللي يتمتع بخصوصيات ممتازة على مستوى التكلفة والعزل والمناخ والبيئة دو كذي الخمسة سنين هذية اللي خدمتوا فيها وجربتوا فيها وبحثتوا فيها مش كان انتو ما معاكم زميل آخر اللي هو سي كريم التريفي اللي هو مربي دواجن ومختص بناء دواجن دونك صارت العديد من التجارب أحكينا ربما بإجازة عن المشوار وفين خدمتوا الخدمة في إطار دي لابوغات واغتوانسا وقالا دي زي تخونجي مشيتوا لبرة أمنوا ميكم أنه المنتوج خطر هكا هكا لا محالة يتم استقطابه من قبل الأجنبي اللي يعارف قيمة الريهان اليوم على مستوى البيئة والتكلفة كيف اجتمت العملية هو كده ما قلت سياتيك بدأت التجارب في المباني مباني متاع تربية الدواجن في شيرة البوليوم بتاعتونس مورنيك عملنا معناها معناها ثم سمك 6 سنتي 10 سنتي 15 سنتي 24 سنتي و25 سنتي وعننا تحاليل نعمل فيه في اللابوراتور بتاع سيتامسي سي سي ذي اللي هو المركز الفني السيراميك والبلور معناها هذو مع بعض السور للمنتوج اللي نحكيو عليه واللي موجود في إطار السالون الوطني البناء الأخضر بمقر اللي تيكا البارح واليوم المشوار متواصل والدعوة مفتوحة لكل البناء وكل مختصي البناء والمقاولين انهم يمشيوا يشوفوا المنتوج وشجوا المنتوج التونسي مشكور سيتامسي سي سيفيدر في السالون ينوزا إبرجي دونك التحاليل عمانهم عنده سيتاتي زي دا سنتي التكنيك نعملوا عنده التحاليل حسب المتطلبات بتاع السوق ثم شي نقترحوه احنا ثم شي هما يقترحوه علينا وقعدنا نخدم انسان بيوز اللي كمنا نتصور كمنا انجرول تدير نعني الأشغال التجربية تعدين المرحلة التسويق التسويق والتعريف بالمنتوج اللي هي تخلنا هي مرحلة كما المرحلة الأولى كيفية الصعوبات من الأول وقعدين يجاوزوا فيها كما قال صابر في المعرض اللي هي جاوة تلين جاوة ليبيا جاوة عنا مصر عنا من تركيا المفاوضات بدأت المفاوضات بدأت بقيمة المشروع احكي لي صابر ربما اللي هنا هو حكاسي عدنا على العديد من التجارب على امتداد خمس سنوات دونك عنا عدة موديلات متاع هالقوالب هذه الصالحة للبناء الأخضر الإيكولوجي دونك فما ديزي بيسور يعني كما قال هو عدة قياسات وبالتالي نزيد أعطي خصوصية أكثر وزيد استدعى الناس اللي هما من ذوي الاختصاص في قطاع المقاولات واللي هما ينجموا يشجوا المنتوج التونسي ويشجوا على ربما تخفيض تكلفة البناء اليوم هو شوف بالنسبة للبناء ناس تعاني حقيقة ناس تعاني في مجال البناء على خاطر استخدام المواد التقليدية اللي هي القديمة الياجور لا وما نحكوش على الياجور يعني نحكو على البناء يعني القديم الكلاسيك تقليدي تقليدي يعني تكسح البناء التقليدي توت تورد المرحلة أخرى اللي هو بناء يعني سهل والتركيب متاعه يعني سريع سريع ويعطي جودة عالية وزاد فيها مع مدطلب السوق وتغيرات السوق يعني تكسح والقالب يبدأ جاهز يعني حتى على مدة الشغل والأشغال نربحه مدة في الوقت يربح وقت هو ديمونسيون بتاعه أكبر من الغرهين أقل وقت بتاعه حتى وزيد هو جاهز يعني يتعدى طول بعض البنات ويتعدى طول للدهر فماشي قد تنظيفهم هذا الإشكال الهجل أعطينا فكرة عن الأسعار ربما الناس اللي تسمع واللي أعجبها المنتوج واللي تحب تمشي ربما على عين المكان اليوم للمهرجان وإلا لفعالياتها المعرضة والسالون شنو تنجم تلقى كأسعار تاكل فترة بين قدش وقدش مقارنة بالمنتوج الموازلي ولي موجود في السوق التونسي بالنسبة للأسعار تتراوح ما بين اللي هي على خاطر كل القوالب هذه كل حاجة وحاجمها وكل حاجة وسعرها لا ما تتراوح لا فرشي بين قدش وقدش تتراوح ما بين 45 دينار حتىكش لـ 90 دينار أنت والقياس أنت والقياس أنت والفورما والمتر المربع تحكي المتر المربع عندكم منفسين في السوق المحلية اليوم بمثل هالمنتوج بمثل هالخصوصيات وإلا وحدكم في السوق بالابتكار هذي نتصور وحدنا في السوق بالابتكار هذي سيعدين وحدكم وحدنا بما أنه عشقك بالبروذي المنتوج بالمكونات تمتعه بي 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 معناها ما فيش حاجة كيف في السوق في تونس وفي السوق الحالمي هذا بالمكونات هذا ليس حاجة أخرى فما ناس عملت بزيبس واحد ولا بحاجة واحدة لأم المكونات بالتركيبة والمادة التي قدتك عليها التي هي مادة أخرى طبيعية بسير ما عندك حتى حاجة تماثلها الوقت حاضر والقوالة بالجهزة زادة عندها خفة يعني يعني خفيفة برابور للشارج المهندسين هذا يشمل المهندسين بطبيعة الحال وقت اللي يجي يعمل الكالكيل متاع ويشوف الخفة متاع القوالة بهذه يعني يعني البرتية فوندسيون متاع البنية يعني يعني اللي حبينا نسأله يعني البنية كي بش تحط تحط بالعرس متاحة وقت تستعمل القوالة بهذه ما أنه فيها قياسات مختلفة وإلى بليش عرس لا هي بالعرس أما تتماشى مع طول استركتير يعني كي سواء يعني استركتير متال وإلا استركتير امبواء وإلا بالبيطان يعني هي عرس وضالة في نفس الوقت بقيل هنا يا سي عبدال ماذا بيك نرجع شوية لستراتيجة التسويق الخاصة بكم خطوة لولة بديت ربما في إطار فعاليات حسلون الوطن البناء الأخضر مقار ومن بعد لقد خلتوا في انفتاح في مناقشات في مفاوضات مع ناس أجنب على المستوى المحلي ومن بعد كيف سوقوا لها المنتوج اللي هو ربما ذا جودة وخصوصية عالية هذا هو المربط الفرس هي أنه سواء شتنقض en partenariat خاطعنا la production بتاعنا le brevet de production هو on va le maintenir ونضخل en partenariat مع ناس شاركات معاشكون شاركات مؤسسات دولية وطنية معناها القيناة زوزة وهذاك عليش احنا وقعدنا ما كتعرف ما زال كمان لامبريان ما زال قاعد ينمو ولا عبد قاعدين نشوف كيفش نوجه نوجه فيه وثما معناها كل واحد اقتراح وهذاك عليش ثما يقترح مع بعضنا شاركة زوز ولكن معناها مزال تلافورم اخطر احنا بينا مربط الفرس اليوم المنتوج موجود براءة الاختراع موجودة التسويق بدأت الخطوات الاولى ربما الهالمنتوج البيبي صغير اللي وحده في السوق المحلية ربما والدولية بهالخصوصيات المذكورة اين فالتمويل منين تعالي تقولك انا بارتناير يهى بارتناير qui يمكن تحرير تحرير هذاك عليش قاعدنا نشوف تتفاوضوا معناها انهي الطريقة المقوش المسلع نقول الحاجة الي اقل زاد الخطر التكلفة تتلعنا دوك نشوف انهما اللي تماشى معنا وتماشى مع السوق الصعوبات برب من بكر يساعدنين في اتار الكلام وفي خضم الكلام امتعوا حكي على الصعوبات وتجاوستوهم اكيد على مدار الخمسة سنين من اللي كانت مجرد فكرة وبعد ادخلتوا اللاب وغطو وجربتوا وعودتوا وخياسات مختلفة مدلات مختلفة رهانات مختلفة دونك كيفش كانت المشاكل اللي تعديتوا بها المراحل هذه يتم على اي انسان باش يخترع حاجة وإلا باش يخلق وإلا يبتكر حاجة جديدة يتعرض للصعوبات هو كيف يجي هو البروجي هو احنا بحكم الربو يعني في تربية الدواجن نلقاه وفهمتني كيف عانيه في اللي ميديتي بشكل كبير حتى اندى وعنده اثر حتى على صحة الدواجن صحة الدواجن وماذا الحياة تمتاحها في الصخانة في المرد يموتوا بالتالي يخسار في الصيف تبدأ العشية باردة نعملوا كيف نحب نخرجوا الجاجة البر باش يتنفس على خاطر هو البناء التقليدي يخزن ومن بعد يبعث الحرارة وهذاك بدنا نتفتنه بشوي بشوي وحبين يعني 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 انتم عملتوا تجارة ميدانية على المداجن تاكم وحسيتوا وفقتوا ووثقتوا الجدوى والمنفعة متاعها هالابتكار هذية وبالتالي قلتوا عليش لي ما لننسيوش في السوق يعني وثمان نقطة نزيد المكونات 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 مختلفة قعدنا زيد وقت نزيد هذه إلى أن فيها على المكونات معناه هذية هذية نذكر للناس اللي قاعدة تسمع فينا واللي تحقد بنا اللي هما الجبس والبقايا متاع الخشب وفهم حاجة مكون سري عندك الحق مش تحتفظ بيها اللي هو طبيعي بتركيبة هذية اللي تعب هذية السر اللي هنا هذية السر غادي هو مثلا احنا مشينا المطير الطبيعي يعني كيف تمشي مثلا للتراب تلقى ساعات تراب فيها يعني فيها حجر حجر ذاك يتكون منه حجر تمشي للتراب اخر تلقى ما تمشي حجر يغنطي كل ولاية تمشي تلقى رملة وتلقى من لون معين وتينة معينة وتركيبة معينة وتم خدمتوا على هذا حفاظا على المنسوجة بتاعكم وعلى سريحة الأفكار وهذه نعاني ومنها في تونس مالوغزمو لكن هنا نحب نقول بها الصعوبة تعديتوها العقلية اللي جوزتوا بها الصعوبة ساعاتنا وذي الهن المغال كل مستثمر المواصلة المثابرة المثابرة وهنا يجب هذا البتمت اللي نجرب عليها كل مرة قاعدنا نشوف خمسة سنين أو ست سنين سنة سات هذه هي البرسيفيرانس وزيد الحمد لله نورنا الاستشارة ثلاثة من الناس ديما عندك ديما يجيب فكرة يحسن يعاون وشكون نستشير عبادة أخرين معناها بالحق وبرب الخدمة وقت اللي تبدأ وتخدم مبعثكم وانتو مشروع ثلاثة الأبعاد كما نقول وخطر مش بالسهل كتبدأ عندك فكرة واحدة وتمشيها على المسار اللي انت تحب عليه رغم العثارات ورغم الهنة ورغم المشاكل الكلها تجم توصلها خطر انت أحادي التفكير اما كتبدأ الفكرة فيها ثلاثة ناس بشخصيات مختلفة بمعتقدات بتفكير بتركيبة مختلفة كيفش كانت العملية على مدار الخمسة سنوات يتعدد تريفلويد تريفلويد بالله تريفلويد خطر خممنا خممنا فيه أبجيكيف وحتى بعد في تسجيل برهر بسجلة بشخص مهم مناش معناها المهم أنها النية الصافية موجودة بالضبط وامتداد هالمشروع فين تحبو توصلوه كان نبدأ معاك تسعبر السعيبة تعدى تابداد التركيز للبيع والتسويق فيه تحبو توصلوك والله ماذا بينا الدولة تقف معنا وتساندنا بمعنى شون تستحقوا من الدولة على خاطر هو حقيقة يعني سيرتوه في المبيع الثاتم تحديد الكربون احنا توجهنا المتير 100% إيكولوجيك وزيروه يعني التاقة ما نستخدموه لا التاقة لا في صنع القوالة بجهة زي ذلك نستحقوا تاقة ولكن في نجي والركب وفي الإمير نستحقوا يعني تاقة يعني حبنا يعني يعني شنوى عندكم ترخيص يجبكم مشكون يعونكم فيها مؤسسة الدولة تحرك عندكم دعم يجبوا تحصلوا علي مؤسسة الدولة هم مشهورين شو اللي تستحقوا بالضبط صعب نستغل الفرصة نستحقوا نستحقوا تمويل ومذهبين على تمويل كبير على خطر المشروع حقيقة برشة طلبات يعني وعروض ما من شركات أجنبية سواء شركات فرنسية زادها جاو نحب نشوف حكاية التصدير وإن شاء نأسس مصنع كبير وعليش لا يعني ويسام حتى في دخول الأمرة الصعبة يعني لتونس أكيد سعاد نين شوف هو المنح اللي كمان نكمل هو رون المنح الوحدة اللي يشاجع وعندهم دي فان دي سوفنسيون كي زاكور ل هذي كاش كنتش نقول سابر يعني يعني لمشيتوش في الثنية متاع الجمعيات ولا المنظمات اللي تدعم نوعية من المشاريع هذية كاتبنا نلقاهم ريت تمشي للمان يشجعوا مشروع في ألمانيا يعطيوا اللي يكونوا من في ألمانيا شوفنا بلجيكيا شوفنا فرنسا أنتم ما تحبوا المشروع يكون في تونس حابين نقول في تونس يعني نمشي والبارة ما نزم دم شوية ساعة نشوف روح هنا وننفع بلادي بعد نتعد وكل نبعث يقول نلقاهم في نتاق يقول لك مشروع في البلاد الفلانية ويعطيوا برشة تجيعات في الباتمون في غالب معناها أذي كعلي نشوف نختموا للتكنيك ولد منساتيف ولد منساتيف ولد منساتيف ومشيو فيه مع بعضهم شونا حتى شركات من مصر شركة ورسكون لا لا مغير ما تذكر تعمل إعلانات لأي شركات على كل أحنا اللي نتمني وهسابر أنه هالبساج هذية يخدم المنتوج متاعكم يحل البيبان المسكرة ربما على مستوى الإطار الحكومي المؤسساتي الوطني تلقوا شكون اللي يمور شكون اللي يعاون شكون اللي عنده خبرة وزيد في المشوار متاعكم مسبقا وينجم يمتكم بالاستشارة اللازمة كلمة الختام سابر ومبعث عادنين نوجه كل الشكر بطبيعة الحال والدية ونوجه الشكر اللي يعاونونا في هالمشروع هذا هو يعتبر مشروع واعد ريادي هذا مشروع ريادي رائد ونوجه كل الشكر اللي يعرفون الناس سابر كلمة الختام ننظيف 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 لو ثم الختر عاونونا في الينوربي في الستيام سيسيفي في الستياتي ننوجهون بالشكر وهما ما زالوا مواصرين مش يدعمونا وإن شاء الله إن شاء الله نلقاه الدعم اللازم اللازم والمنفذ اللي إن شاء الله بشخارجنا للبر الأمان إن شاء الله وإحتي كنتي ساحة مرحبا بيكم شرفتونا بالحضور نحن في كل مرة بالحقر أنا فخرين بهالطاقات التونسية بهالذكاء التونسية اللي رغم كل السعوبات اللي حكيتوا عليها ومحبيتوش تدخلوا في الثنائية متاحة لكن أكيد فما كان مشوار طويل وسعيب إن شاء الله بالتوفيق القوالب البناء الإيكولوجي اللي خدمتوا عليها منذ خمس سنوات ولي رات النور واللي بديت عملية التسويق فعليا لها في تار فعاليات السالون الوطني البناء الأخضر أيامات 3 أو 4 ماء بمقر اتحاد الوطني للصناعة والتجارة اليوم ما زال عندكم نهار كامل تنجموا تمشي وتتفعلوا مع سيعد نانس بيس وسي صابر البهري وتعرفوا أكثر تفاصيل وتشوفوا هالقوالب هذية وربما تتبنوا هالمشروع وتعاونوهم كما قالوا بشي يوصلوا لبر الأمان الدعم موجود أجنبي لكن الأجنبي وقت يعطيك الدعم يقول لك هاتلي المنتوج لبلادي وهما توانسى جاي المنتوج بفكرة تونسية بمجهود تونسي ويحبوه يكون تونسي ومبعض يحلق للدولية هذه الخطوات الأولى وإن شاء الله يلقى النور ويوصل لبر الأمان مشكورين بالتوفيق لكم نتعدى ونشوف مبعضنا هارو بورتاج للأطفال ورجعيني مع ضيف آخر مرحبا بيكم في عسرة عسرة نورتونا مرحبا شكرا فقرتنا لليوم بش نتحدثوا فيها على أهم المواقع الإلكترونية التعليمية للأطفال سواء بالعربية أو بالإنجليزية والبداية بش تكون بموقع ABTA موقع يعلم الأطفال اللغة العربية من خلال اللعب والتسلية دون إشعار الطفل بأنه يتعلم برنامج مخصص للفئة العمورية بين أربعة وسبعة سنوات ولا يتطلب أي معرفة مسبقة بالقراءة والكتابة موقع يبدأ بتعليم حروف الأبجادية وكيفية كتابتها ثم في مرحل متقدمة يعلمهم القراءة والكتابة National Geographic Kids موقع مفيد يعلم اللغة الإنجليزية يحتوي على مجموعة ألعاب وفيديوهات تعليمية ومسابقات حول الطبيعة والحيوانات وغيرها من المواضيع المفيدة اللي تعزز ذكاء الأطفال والطور من مهاراتهم Fun Brain موقع ممتاز جداً هو عبارة عن مكتبة افتراضية تعليمية يحتوي على مئات الكتب والألعاب والفيديوهات للأطفال اللي أعمارهم بين أربعة أربعة عشرين عام يهدف الموقع إلى تطوير مهاراتهم في الرياضيات والقراءة بطريقة ذكية Fanology موقع موجه للأباء والأمهات والمعلمين اللي يبحثوا عن أنشطة ترفيهية اللي ممكن إنجازها مع أطفالهم موقع يحتوي على تجارب ممتعة في الفيزياء والكيميا والبيولوجيا وهذا يسهل تعليم الأطفال هذه المواد بطريقة إذكية كما يحتوي الموقع على وصفات طبخ سهلة وبسيطة اللي تهدف إلى إشراك الطفل في تحضير الطعام Starfall موقع متخصص في تعليم أساسية اللغة الإنجليزية بطريقة إبداعية وسهلة لفئات عمورية مختلفة من الأطفال يحتوي الموقع على عدة أقسام تعليمية منها قسم الأباء وقسم للمدرسين وكذلك قسم افترابي لتعليم اللغة الإنجليزية في إتار الاعتراف بالجامعات بالكفاءة التونسية بهالقانون وما أدرك ما القانون أهلا وسهلا ومرحبا بسليمة المناعي خبير في إدارة المشاريع أنا وارت نسيت مرحبا أميرة قلت نحكي نويه وقلت له ما لا قانون وما لا خفية وسسلوغ يعني يلزم إنسان متمكن فيهم بشيفهم هالخفية وهالثنية متاع القوانين دوك احنا اليوم مش نحكيه على المبادلات والتجارة الإلكترونية وما أدرك ما التجارة الإلكترونية الإيكميرس دونك الناس الكل والتي يمتق بقضيتها من دارها بالتكنولوجيا أو بالتجارة الإلكترونية دونك أول حاجة مفهوم المبادلات والتجارة الإلكترونية حسب القانون عدد ثمانية ثلاثة وثمانين عفوا لسنة ألفين مؤرخ في تسعة أوت ألفين بإيجاز كيفش يعرف القانون هو فما زوز أنوية متع تجارة فما التجارة الكلاسيكية أنو الحريف معناها سويت بلاس يمشي لأون بوتيك ولا يمشي عند المزاود متعه التجارة الإلكترونية هي اللي تصير الدستانس معناها يأمع على السيت متع المزاود وقال على أون بلاتفورم تسمى الماركت بلايس وقال على لباج فيسبوك ونسيد سويت اللي يكونوا متع المزاودين هل تخذع المبادلات وتجارة الإلكترونية إلى التشريع وترتيب جاء بها العمل هو هذا الفرق مربط الفرس بالضبط احنا برشا أسألة نلقاهم أنا نحب نخدم تجارة إلكترونية كيفاش نجم نخدم أمور قانونية وكل شي فما برشا ناس قاعدين يطالبوا حتى في الإعلام وكل شي يقولوا لا معناش قانون احنا يؤثر تجارة الإلكترونية مش صحيح تونس القانون يقول من عام 2000 بقريب 23 سنة تونس عملت قانون متع تجارة الإلكترونية اللي هو القانون هذا وبهو زاد فما تم إنشاء الوكالة الوطنية المصادقة الإلكترونية اللي هي رائدة بصراحة اللي هي تونتراست معنا حتى اليوم مش تدخل انت تعمل تليديكلاغاشون فسكال والسوسيال تتعدى بالمصادقة الإلكترونية دونك هو جاي قانون كامل من عام 2000 يؤثر المبادلات التجارية بضبط هي مش حتى التجارة أكاهو أما المبادلات التجارية حتى على طريق الخدمات الإلكترونية دونك أول ممارسة نشاط التجارة الكلاسيكية أو الإلكترونية يخضع القوانين العامة اللي هي القوانين في مادة الأداء على القيمة المضافة هي مجل الأداء على القيمة المضافة كود دولاتيبيا إذا كان في مادة الازامبو يخضع الكود الازامبو في المدى التجارة يأخذ على المجال شركة التجارة إذا كان شركة مهيش في المدى المعلومات التي تعين على البيع ويوفرها المستهلك بطريقة واضحة في إطار المبادلات والمعاملات التجارية الإلكترونية كيف يكون موجود في إطار الشفافية في إطار عمليات البيع والشراء أو العرض والطلب احنا قلنا اللوكادغ جينيغال هي ممارسة مهنة التجارة أو النشاط التجاري يكون كيف كيف تجارة إلكترونية أو كلاسيكية بالنسبة للتجارة الإلكترونية فم شروط أخرى أضافها المشرع باش ينجم يحبيبها الأطراف كالكس والبيع وإلا الشاري بالنسبة للبيع عنده جملة من الشروط لازم نوفرهم خاطر مش كما تكون أنت في إن بوتيك تشوف البرودويت الجودة متاعه السوم متاعه هذا هو كي تبدأ تجارة إلكترونية دونك هو لازمه أول حاجة يعرف بروحه مش كما أنت تمشي البوتيك معنا فيزيك ما موجودة كما واحد بيش تتواصل معاه هو رائكرون دونك هو لازمه بيش يعرف بروحه الاسمه كيفاش يعني؟ هو أنا كنبدأ على باج مثلا وعندي من توجه جبني ونحب نشريك أنت المطلوب منك يقولك أبعث لي مساج أعطيني الاسم واللقب بمتاك وأعطيني نمرو التليفون والأدريسة وأنا تنوصل لك وعندك فريد ديفريزون هو في الباج هذيك لازم يحط اسمه ولازم يحط الأدريس متاعه ولازم يحط تليفون مش متعامل بيه ومش موجود فعليا صحيح فما برشا موجود متعامل بيهم أنت كشيري ما تشيريش من عنده سهل دونك أنوالي أنا كمستهلك وإلا كشيري تكون عندي الفتنة وتكون عندي الخلفية القانونية ونعرف أنه هذا ربما يكون موقع مشبوه وبالتالي تنجم تكون المعاملة مضروبة وبنجم يكون المنتوج مضروب وبعد ما نلقى حتى رد فعل وقالها التفاعل يسل بيه إيجابي بعد عملية الشراء وهذا اللي قاعد يصير ميدانيا اليوم هو برمي الإجزيجانس الموجودين ويشروطهم المشرع أنه زيدا هو لازم يقول شروط البيع مثلا يقولك أنا بيع بالتقسيد أو بيع بالحاضر تعطيني أفانس وبعد نعملك لفريزان وإلا يقولك أنت تخلص وقت أنت تحكيل هنا على تجارة الإلكترونية تجارة الإلكترونية ما فهميش البيع بالتقسيد تجارة الإلكترونية أنت كنت تواصل مع أي صفحة وهذا الموجودة نحكي على الموجود وحتى قبل ما نكون صحفية أنا مواطنة وبالتالي نشري ونتفاعل مهاتجان الإلكترونية وحصلت برشة مرات وجيتني سلعة مضروبة برشة مرات وملقتش رجع صداء برشة مرات وبالتالي قلت شعفة وتوبة لهنا نحكي على معاملات وممارسات يومية اللي مش كوك فيه مش الصفحات الكل يعني بيضة وفيها شغلفية في التعامل والمعاملات أنا كي بش نجي نتعامل مع سيت وإلا صفحة وإلا ماركت بلايس أول حاجة لازم نشوفها شونه أول حاجة نثبت لي دونتيتين بتاعلي بش نتعامل معه كيفش نثبت؟ نين نثبت؟ نثبت من اسمه ومبعد فما سيت بتاعلي رانو نجم ندخل حتى باسمه نلقاه عنده مدرك يكل في سكالوة إلا ما عندوش بيه أنا تعرف برشة ناس وهذا اللي متعامل به يقول لك برا أدخل لي كومنتر والتعليق متاع الناس وشوف إسكو التعليق إيجابية في إجمالها وإلا سلبية لكننا بعد فهمنا أنه حتى في بعض التعليق هي مشرية بمعنى إيه شريته محليها وشريته مبانها وشريته سلعة توب وبعد تطلع له يا خيبة المسعة وكيفش نجم نتجاوز ربما عملية اللغش على مستوى التجارة الإلكترونية بي وقتلي أنت هو في القانون زيدا يشرط عليه أنه يعمل ديسكريبسيون مرحلة البيع من لابخيز دوكومنت حتى لفريزون ويشرط عليه زيدا يحط شروط الإرجاع متاع السلعة وإسترجاع الأموال أنت وقتلي تشري مثلا بيش تحمي روحك أما هو بيش يعمل لفريزون وإلا أتخافي غنان تغميديا بيه برش القانون يقول القانون يقول عندك مدة عشر أيام بتاريخ الاستيلام نجم ترجع فيهم المنتوج وطالب استرجاع أموالك أنا نقف معك في النقطة هذه خطر ياسر ياسر مهمة تقول لي عندي دليمت عشر أيام النجم الرجع فيها السلعة ونأخذ فلوسي ميدانيا حقيقيا ووقعيا اليوم في إطار المعاملات اليومية مع الناس اللي توفرنا السلعة عن طريق التجارة الإلكترونية لا سبيلة إليه يعني أنت ساعات وقت اللي تحب تعمل ينغيك لماسيون وتقولهم لا مثلا السبات جني كبير ولا صغير ولا الروبة مش هذه الكاليتات اللي شفتها في التصوير تبلوكيك وتسكر عليك التليفون وما عاش عندك حتى رجع صداء وما عاش عندك حتى فيزا فيه خسرت فلوسك والسلعة تمشي طيشة هذا اللي موجود اليوم نحكي به ما زاد المستهلك لازم يكون واعي بيش واعي به القانون شنو يقول يقول كل عملية شيراء كل عملية بيع تخضع الفوترة لازم تكون فيها فتورة نقول لي أنا اللي فرور يجيب لي الكوماند متاعي أول حاجة نشوفها قبل ما نخلصه نحل الفكتور اللي موجودة خطر بغوبليغاسيون في النقل ممتاع البضاء إذا كان ما فهميش فكتور تولي هذيك تتخضص يتخطى يتخطى إذا شادوا بوليس مش حتى بوليس أعوان الضبط العدلية ولا أعوان المراقبة يعني أي مراقبة قانونية إذا شوفوا سالة عبلية فواتير تتفك ومعقول فيها محاضر وتوصل حتى للعقوبة السجنية أكيد معناها المستهلك من ناحيته لازم يكون فائق زادة حتى البائع أو الكوميخسان كيف كيف يصير تخلط له السلعة ومن بعد يقول أنا ما عادش حاجتي بها وإلا ما عادش هذا التليفون إذا تنجي وهل جانب هذيك هذي ممارسات يلزمنا نأكدوا عليها ونقول رهي موشينا ما يصيرش لكن خليني نكمل إذا كي يجيني ويجيب لي السلعة قبل المناتي لفلوس وناخت السلعتي نحل الفاتورة نقرأه وفش نثبت نثبت أول حاجة ساعة يحطوا نوم التليفون مضروبة غالط نثبت في الإدنتيتي متاعه هو شنو اسمه كونفورم مع اللي شريت من عنده إلا لي نشوف المترك يكل فيه سكال متاعه نشوف اللي بيلي متاع البرودي نشوف الكنتيتي نشوف المنتان أغتاكس نشوف التيفيان متاعه نشوف المنتان تيتسي هذي عملية ما تخوش أكثر من دقيقتين مثال نستأذن منه أنا نعط له حتى دقيقتين ثلاثة دقائق نثبت أنا روحي نشوف إذا أنا تعملت مع إنسان موجود إلا ما هوش موجود فهمت وأنتي بتبيعتك عندك عشرة أيام هذيكم رو تنجم ترجع فيهم البرودي إذا كان فهم خلل حتى الفخي دوليفريزان لازموا يرجعهم لك إذا كان ما فهمش خلل وسبونتانيما تقول أنا تأخذيته إن رياليتي كي جيت نشوفه تأخذنيش نجم الرجوع أما شنو نخسر الفخي دوليفريزان لي تحكي فيه روحي مش موجود تعرف أنت كتاخذ سلعة أنا أحكي لك ميدانية نتكلم باسم أي مواطن قاعد يتفرج يقول لك يا سليم فاش تحكي القانون في بر الممارسات اليومية في بر آخر راني نتعامله مع مع كامل احتراماتي للناس اللي هي توصلك السلعة يقول لك أنا راني حمال في النازلة لنعرف السلعة ولنعرف ما عش كونت تتعامل وما يهمنيش أدفع الفلوس هالسلعة تقول السلام ورحة موش صحيح هذا اللي قاعد يسير بالنسبة لسوسيته دوليفريزان بو احنا رينا في برشة مرات حتى الناس تطلب تقول لك أنا فماش سوسيته دوليفريزان ما تطلبش عليها باتين دا بش نتعامل معهم وهذا نداء نوجهولهم بربي يتعاملوا وكانوا مع عباد اللي عندهم تخيزونس جوريديك موزوغ منها ومن شرعتها ومن وجودها بالضبط فما محاكم تجارية هي اللي تبت في النزاعات إذا كان انتي كوميون سوسيته دوليفريزان تاخو سلعة من عند نبورتوكي وتعداها وتهزها راديجا اختر عليك انتي تنجم تتحجزلك مع السلعة اللي موجودة في الكاميونة الكل ثاني حاجة راو اختر زدها على الكنسوماتور بالنسبة للكونسوماتور بقتلي بش تعدي مثلا عن الانسي دوسفيته ذلك فما بصراحة ينجم يكون فما اختر كبير معناها ولا مشكل كبير أنا نطلب أعطيني باند كوماند مثلا أنا عديت أنا توا أبعط لي توا باند كوماند نسيرش أبعطيلي وانا توا نحلها ونشوف في الباند كوماند نشرت انه مثلا يعطيني مدخوكي الفيسكات بانا هنا نسأل طويقة خطر فيه مخي برشة برشة سينا ريويت سارت لي ولا لأحبابي ولا لأسحابي كي أنا مثلا اخذيت حاجة وطلعت سلعة مضروبة ولا القطعة لي وريك الكاليتة ومقطعة ولا مكسرة وملفوفة وتحس هكا يعني فما نية مبيتة انا نحكي مثلا مرة طاولة الساقة بتاعها مكسرة أما كي جيت ملفوفة 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 على أساس واحد عامل عامل ومخبها مكي جهة بالبه بالجداء بالجداء يعني فما سوء النية في الممارسات والمعاملات وهذا مشين يعني أنا وقت اللي عطيتك ثيقة وشريت من عندك انت كي تخدم تخدم اسمك وتخدم سيتك وبالتالي العجلة الدور صحيح إذا انت كنت أمين مع تونسي وثق فيك واشرام منك مثل هالممارسات أوكي يلزمني نشوف ونثبتوا الكل لكن الردع شنوه الحل رغم انه القانون يوضح كل الممارسات هذية وشنوه الحق وشنوه الواجب كيفاش نتعامله حقيقيا وميدانيا لو وجود المثل ربما هاتصرفات وبالتالي كيفاش نحدوا منها خبش نقول لك عليش خطر المواطن تونسي يشكي بفمه أكهو ما نتعديش للقانون ما نتعديش للقانون أنا ما نتعديش للقانون هو ما يتكلفش برشرة ما يتكلفش برشرة إنك تشكي إنك تشكي ففق سيماس أول حاجة أنت وقت اللي بيجيك الفاكتور عندك الادرس بوستال متاعه نسميه أحنا الادرس دوسياج سوسيال هكا وليه وعندك نمره تاليفون متاعه إذا كان أنت تصلت بيه بالتاليفون وما جاوبش تبعث له ادرس متاعه تحط فيها ادرس متاعه في المرحلة الثانية في مرحلة الثالثة وقتها تنجم تبعث له على طريق عدل المناثر والهنا نحب أن نشيره ونحب أن نعرجه على مجهود بعض الصفحات الموجودة زادة على المجهد قاعدة تحد في هال الممارسات الموشينة بالحق في حق التونسي تقول ردوا بيلكم الباج هذي يا راي مضروبة الباج هذي يا راي فيها سرعة الباج هذي يا راي فيها بش وبالتالي فما العديد من التنبيهات والتحذيرات مقارنة نبث لها الممارسات بايه اللي هنا حكينا على الباعة والشروط اللي زي ما تتوفر في الباعة كان نحكيه اللي هنا على المستهلك أنا كمستهلك شريت سلعة وبعدت مظهر ليش واخذيتها أما نحب نرجحها ممكن هذا اليوم ولا لي وإذا نحب فيه أجل قدر وقدش وقدش وهل ما سهل أنه الباعة بعد ما اخذيه فلوس وطار اللي فغير وما عدش يزعلي التليفون أنه نجح من قوله لأني بدلت رأي بعد 24 ساعة ومعش تساعدني سرعة نحب بدلها ورجع فلوسي ممكن 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 قانونيا موجود وصارت برشا مرات لكن ميدانيا لمحال أنه موجود تبديل يصير والاسترجاع زي دي يصير إذا كان أنا في 24 ساعة الشرط الوحيد أنه وقت اللي أنا مثلا نبدل رأي سبونتاني مني هنا وقت اللي أنا نتحمل مصاريف للتوصيل والترجيع في الحالتين ما أنا خطر بشراج ونوالي أنا نتحملهم تجدت على هذه يا سليمي سيرش أمرها أصلا المعاملات هذه غير موجودة ونبصن بالعشرة يعني إذا شريت سرعة أنت ما زلت شريتها وما زلت تحل فيها ولقيت فيها ضربة وتكلم اللي فرور ما عش يزعليك يعني بش نوصل أني نبعث لهم ونقول لهم مرأني نحب نبدل ونحب نرجع فلوسي يظهر لي في تونس بحكم هالسنوات اللي تحلينا فيها واللينا نشري ونبيعه بالإيكمارس وبالمبادرات وبالمعاملات الإلكترونية ما فمش كوني رجعتك فلوس ده وقت اللي أنت تبرسيست بش تخوف لوسك تخوف سأحنا في تونس قداش عنا من سوسيتة دوليفريزان قداش برد معناش 1-20 معناها مم با مم با فهمت دونك أنت وقت اللي بش يجيب بش يجيب لك أنت الليفريزان بتاعك ديجا في الكرابة موجود بش كونه سوسيتة دوليفريزان فهمت وانت بش تخلص دفرية متاع لفريزان دونك أنت تنجز لسليم المشكل مش في الليفريزان وفي التوصيل وفي 7000 متاع التوصيل مش في هيدا المشكل في المزود اللي شريت من عنده السلعة إس كون بعد ما أخذي فلوس بعد ما تعديت سيهل كومانت إس كون يسمعني ويفهمني كون قولوا وراني بدلت رأي ونحب نسترجع فلوسي هذا اللي نحكي فيه دون لبليغاتي دون لبليغاتي دون لبليغاتي ريالما نو هي شنو تقعد هذه كمرحلة ما بعد البيع نجم زيدا حتى أنت وقت اللي تاخل حاجة من بوتيك وتروح بها تطلع ديفكتيوز زيدا تبقت هزي التليفون وتكلمه مصلحة ما بعد البيع هذيك كما قلت أنت مثلا ليزافيس كما قالت إيمان تويكا مع تلبرنامج في اللغيات هي ثقافة بالحق في تونس مضروبة وغير موجودة اللي تحكي فيه بالقانون أحنا محميين لكن ميدانيا هالثقافة هذي ميش مغروسة في عقلية وذات التونسي بمعنى أنه مان يخذت فلوسي ماشي يمني في حتى أحنا ردوها بصيف موجودة وهو بشي تعامل إذا وعينا إذا حكينا في الموضوع وهو الكوميرسان وقت اللي بشي تعامل مع شركة التوصيل هكا هو عنده عقد بينه هو إياه هو شركة التوصيل وقت اللي الريكلمسيون يوصلوا برشا شركة التوصيل يستخف دون الأبليغاسيون أنهم يفصقوا العقد متاعه دون كيف روحوا مينجمش ماشي خاص فهمت المستهلك هو اللي يعمل الريكلمسيون من الأول وقت اللي يبدأ عارف شنو القانون عارف أنه لازم يطلب فكتور عارف أنه فما نسخة لازم تقعد عنده هو ونسخة تقعد عند المزود متاعه عارف أنه وقت اللي يجي بشي شري لازم يتأكد من اللي دون تيتام بتاع السيد اللي يشري من عنده كيف كيف زادة اللي بيش يبيع زادة لازمو يعرف القانون مش أنت زادة تسيب سرعة مثلا في الكيس ما غير لفاتورات لحتى شي مش أنا نجي كي بش نشري نلقى كان بانت كومانت اكا هاو ما نلقاش فكتور ما نلقاش متركول فسكال رجح بالوقت ما نخلصش هذا الجهل هذا الجهل بالقانون كي ما نعرفوش نقعدو كان نتكلمو نتكلمو ونعايتو ونصيحو أول حاجة تعمل غيكلاماسيون عند السوستيد وليف غيزون اللي يخدموا معها ثاني حاجة تبعث لو عاد المنافذ ثلث حاجة تعمل بي قضية حتى على عشر ألف بيه ما يزمش ستنوا بها عشر ألف حتى على سلعة شريتها بعشر ألف امشي يقدم قضية ركب يشتربحها وهو يهز المصري في كل مرة اثنين ثلاثة عشرة يتربئ كلمة الختام الكل مواطن تونسي أسمعونا كيف يش يسمعوا أنا هنا نفسروا في القوانين للناس يقولون نفسروا في المعاملات التجارية كيف يش لازمها تصير حاولوا معنا تسمعوا أكثر من اللي تحكيوا سواء لباج فيسبوك إذا كانت تخذيت سلعة تقاها مخشوشة ولا مهيش كنفارم البونت كومانت إيش كي بي كيف كيف زاد المزود وقت اللي كليون يطلب من عنده آن أختيكل فيه مثلا دي كاركتيرستيك سبيسيفيك اللي لازم هو يشري خطر هو طلب بيقسوناليزازيون لازم يشري معنا همام أنا لحب أن نسأل على حاجة زادة في نفس الإطار حاجة أحنا كمستهلكين نعملوها يعني ساعات واحد مثلا تعدي عني ومعنى وقت اللي يجي ليفغغ ويكلمك تسعلي التليفون هذه عاملة وبرشة ليفغغ وفهمة دي فيديو على تيك توك على وسائل التواصل يحكي وهم يضحكوا خطر كسر الهم يضحك يقول لك اليوم ما عندي قدش من كوماند اللي ينطلب ولي ينطلب ويعلق يما يهزش يا كوماند أنيولي وبالتالي اللي هنا زادة فهمة تلاعب ما فهمية الشفافية في المعاملة يعني أحدى المبادئ بمتاع هالمعاملات والتجارة الإلكترونية ما عنديش عرص في تونس لليوم ممارسة مشبوهة بالنبيع والمستالك ثقافة حتى في التكسيات زادة ينجم التكسيستي يقول لك عدد عدد أين كوماند أنا اللوت نخذر له في البركون متاع وعملي هكا باي باي ومشي ما عنديش كيف كيف زادة اللي بشي استهلك أما أنت انتغيسي بالبرودو بشتعدي أين كوماند بشتخلص فلوسك زادة هذك يخدم على روحه زادة ماهوش قاعد يلو فيب يعني الاحترام الاحترام المتابد بيكل أطرف نشرتين واضح فما القانون يكون هو الفايصل زادة حتى من لكوميرسان وقتل يتصير لهم مثلا دي براتيك كما هكا نجمو سينياليوهم مزيد روح واضح شكرا لك سليم منا خبير في إدارة المشاريع على كل التوضيحات بخصوص مفهوم المبادلات والتجارة الإلكترونية حسب القانون وحسب التشاريع وحسب الممارسات والمعاملات الميدانية لمجال الصحة من كل هذه القوانين وبالتالي هنا قيمة الثقافة وقيمة هالمبادلات والشفافية حابة نذكر كل الناس اللي التحقد بنا قعد معنا اللي التحقد بنا كيفاش ينجموا يتفعلوا معنا أنا ما تطلبونيش أنا راني انقدم البرنامج فقط لكن عنا زوز معدين محليهم إيمان بوغوتاي وكريم التيفي زملائي وحبابي واصحابي هما التجمو تتواصلوا معهم وتنسقوا معهم وهما اللي برمجوكم معنا وقصص نجاحكم تشرفنا وتفرحنا في كل مرة مرحبا عشرة عشرة مواسر مالذي فيهر شكرا موسيقى 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 مع ضيف مويليل الحديث عن مشكل التشغيل في تونس سوق التشغيل في تونس الواقع والرهانات وربما ما هي الآليات البديلة للحل من كل المشاكل اللي يعاني فيها سوق التشغيل وما أدراك مسؤولة سوق التشغيل عفوا اللي كان المطلب الأساسي ولليوم هو المطلب الأساسي لخريجي الجامعات التونسية مع موفة كل سنة دراسية ولخريجي زادة معهد التكوين المهني في شتى الاختصاصات فين المشكل فين العلل وربما فين التحدي الكبير اليوم للحكومة التونسية أو لمؤسسات الدولة لحل مثل هذا الإشكال للإجابة عن كل التساؤلات سيبيلال ناجاتي دكتور وخبير دولي في مجال التخطيط الاستراتيجي أهلا وسهلا ومرحبا بيك شكرا برك الله فيك على استضافة تحية لحضرتك وتحية لكل جنود الخفاية في البرنامج يا عيشك تحية كبيرة لكل الزملاء وكل جنود الخفاية كما قلت لأمنوا في المباشرة اليوم على الوطنية دونك احنا بش نحكي كما قلنا على مجال التشغيل يتصدر الحق في التشغيل أحد المطالب المستعجلة على مدار السنوات في تونس لكن الوضع قاعد يتأزم في كل مرة وفي كل سنة وما القيناش الملاد وما القيناش الحل كيفش تشخص ربما واقع التشغيل اليوم في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية اللي نعيش فيها صحيح وللتشخيص لابد أن نحط الموضوع في إطاره الصحيح في ثلاثة أطراف رئيسية هي اللي عندها الحل ثلاثة أطراف رئيسية أولا الدولة ثانيا أصحاب مؤسسات الخاصة يعني المستثمرين ثالثا البحث عن شغل فثلاثة أطراف عندهم دولة رئيسية معاها طرف رابع يعني مكمل اللي هو الدولة أول حاجة ضروري أنها تقوم بعملية نحن نقوم بعملية تشغيل معناش رؤية معناش تختيط استراتيجي يعني فمش خطة استراتيجية للتشغيل كلها متاع حانية يعني مثلا لش أنا نقول دي تختيط الاستراتيجي مهم جدا للمؤسسات الدولة حتى تضع الرؤية وتضع الأهداف الاستراتيجية المشكل هو هيكلي بالأساس في تونس كي نحكيه على المسؤولية لتحملها الدولة عن منوال تنمية مختل مركز على بعض الجهات ومهمش العديد من الجهات وهذا اللي خلق لا توازنه على مستوى العرض والطلب ولليوم ما زلنا نعانيه فيه ولليوم مرقناش حل جدري لتفكيكه ربما هالمزايق متاع التشغيل والوجود المعادلة بين العرض والطلب نوضع حاجة مهمة جدا علش الدولة ما حطتش الصحية لأنه بكل بساطة الدولة ليس من مسؤوليتها أنها تشغل ولكن مسؤوليتها أنها توفر البنية التحتية والتشريعات والقوانين المناسبة لما يحدث الآن في 2023 الآن نشتغلوا في التشريعات الموجودة قوانين 2023 اللي هي ممكن عندها عشرين سنين خمسة سنين لم يتم التحيين يعني الترتيب والتشريعات اليومية والتشريعات والبنية التحتية ضرورين أن الدولة تحمل السلطة في هذا يعني الدولة لا تشغل ولكن توفر البنية التحتية والظروف المناسبة للتشغيل هذا الدور أساسي جدا الدولة كذلك توفر رؤية طيب الآن تسأل أي بحث عن شغل أو حتى المستثمر أو حتى موظف داخل الواصل الحكومي قلوا بعد خمس سنين ما هي تونس بعد عشر سنين ما هي تونس حتى ولو فم خطة استراتيجية وأنا متأكد ممكن في خطة استراتيجية أكيد لا يوجد دولة لا يوجد خطة ميدانيا فما قاب بين الواقع وبين النظرية من التنظير ففي التنظير ممكن عندنا ناس خبراء في تخطية الاستراتيجية ولكن الخطة الاستراتيجية بعيدة عن هذا الواقع دكتور لهنين نحب أن أكد كلم متاعك يعني معدل البطالة قاعد يتزيد من عام العام والقاب والهوة اللي تحكي عليها مدين النظري والتطبيقي قاعدة تمشي أكثر على خطر حتى الناس خارجي الجامعات ولا حتى التكوين المهني والتشغيل في مختلف الاختصاصات مع موفة كل سنة من القاوش المتابقة وإلا الوظائف المتابقة لاختصاصاتهم ولميولاتهم بالتالي نرجع للفجوة نرجع للهوة كنا حكينا قبل على ألمانيا مثال كيف عملت اتفاق أو توأمة بين وزارة التعليم العالي بين وزارة التشغيل وبين وزارة التربية أنها بدأت بالبزوان تعصوق الشغل ثم بدأت تتعلم في الناس احنا لأقرأ أقرأ أقرأ وبعدين نشوف حل الحيث أقرأ وخذوا شيء الدكتوراه وخذوا الأستاذية وخذ المستق وبعد تلوج وما تلقاش خدم فتوى ذلك القطلك الدار في الأول للدولة عنده دور مهم جدا في ذلك طبعا نحن لا نحمل مسؤولية كلها للدولة ولكن على الأقل نحن هي لا تشغل هذه قاعدة أساسية الدولة لا تشغل ولكن توفر البنية التحتية والتشريعات والرؤية والأهدف الاستراتيجية حتى تسهل للمستثمرين والرواد الأعمال والباحثين عن شغل تسهل لهم عملية الاندماج في سوق الشغل من بينها مثلا أن وزارة التعليم العالي لابد أنه كما قلت حضرتك أنه إعادة هيكلها الآن حتى وزارة الثقافة للبرامج الدراسية هذا وزارة تعليم العالي وزارة التعليم العالي أو وزارة الطربي أو التعليم الآن المناهج متعنا جي تشوف حتى من الصغراء من الصغار يعني من السنة أولى ابتدائي ثاني ابتدائي وأساسي لا المطيرات يقراوفها لا علاقة بسوق الشغل فبالتالي نحن هنا نحن نقوله ديما المصنع متع الثروة البشرية اللي هي المدارس والمعاهد والجامعات هي مصنع المثارة البشرية لو حضرتك تحب بعدين بعد التخرج تلقى ناس جاهزة للسوق الشغل فلازم تبني تبني من المصري مش تبني بصحيح اللي قلته صحيح لكن فما بعض الاستثناءات اللي نحب ننوه بها وعدينا في الفضاء هذا وعلى نفس المكان وفي نفس المكان عفوا كانت فما شهدت حية الناس الأساذ الجامعيين الأصحاب مدارس ومؤسات تربوية اللي قامت بالنهضة مع روحها مع الأولاد اللي تبنيتهم وخلقت ربما اختصاصات ومجالات في بعث المشاريع وثقافة بعث المشاريع ذكاء الاستناعي كيفاش برمجة صغارنا على هذه مبادرات شخصية هي شخصية مبادرات خاصة واستثنائية محتش ما مزلت واستثنائية أنا نحكي على المزلت نحكي على الطرف الأول اللي هو الدولة وبالتالي نحكي على التعليم الحكومي نحكي على التعليم اللي تابعة الدولة التعليم المجاني اللي تابعة الدولة ولا يتحدث على أكاديميات الخاصة مع صغيرات اليوم بريفي نحنا نحكي أذوما لبريفي مش كل المواطن تونسي قادر يقاري صغاره بشي قاري في البريفي إذا كان عنده امكانيات يقاري في البريفي هذا سمير تحلت المشكلة المدرسة الخاصة حقيقة قاعدين يقدموا فيما جهود ممتاز جدا يفكروا بطريقة خارج الصندوق مختلفة قاعدين يبدعوا في تربية الأطفال هذا عليش معظم الناس تبقاه ينزل على نفسه ويضغط على نفسه بشي قاري وده في الخاص يستثمر في أولاده صحي يستثمر في الجيل الجاي لكن نحكي على المواسطة الحكومية نحنا ماذا بينا تكون المواسطة الحكومية كذلك فيها إعادة هيكلة المنهج التعليمية تتغير نحنا ماذا بينا هذا وهذا لا يطلب شيء طلب إرادة بربي دكتور في نفس السياق مسؤولية الدولة في أن البنيات تحتية في أن المناهج المدارس يتم الكل تأهيلها وتعميمها وتركيبتها وبرمجتها على أساس احتياجات السوق إن شاء الله هذا إعادة النظر يكون موجود على المدى القصير المتوسط والبعيد لكن زاد الدولة في إطار النشاط والخدمة لخدمتها خلقت العديد من الآليات ربما لامتصاص الغضب بمتاع الخريجين وخريجات تكوين المهني والشهادات الجماعية وقدمت العديد من الآليات عفوا كمالية تربوصات رغم موجودها ورغم تفعيلها بطريقة محتشمة وفيها بارش زادة الداهاء ربما من قبل المشغل ممشيتش ومحلتش المشكل جذريا ممتسك عليش هنا نخرج بمسؤولية الدولة نمشي بمسؤولية المجتمع المدني بمسؤولية المستثمرين ومسؤولية البحث عن شغل نبدأ بالبحث عن شغل إذن الدولة هذا الدورة تحت تشريعات وبنية تحتية لكن البحث عن شغل هو يمثل أكبر نسبة من التشغيل يعني البحث عن شغل الآن يلعب دور الضحية نحن نستمتع بما يسمى بالمنطقة الأمان النفسية السلبية ويعتقد روحه الضحية وهو اللي يفهم هو اللي يعرف كل شيء ويتواكل على الدولة ويتواكل على والديه ويتواكل على المحيط متاعه وينسى نفسه هو اللي هو ما زال مش متكون يعني تخيل حضرتك أنه بحث عن شغل لديه لغة واحدة ولا يتقن حتى الحاسوب ولا يتقن حتى العمل على الحاسوب ولديه لغة واحدة وليس لديه مهارات حتى تنطلق في السوق الشغل وهو يتسمى حرب في السوق الشغل يمفيه منافسة شارسة يعني المستثمر لما يكون عنده CVات مختلفين طول المستثمرين معاش ينظروا لل CVات يجي يتول في الركريتمنت يقول في الركريتمنت أو في الركريتمنت يجي يصلك شنو الإضافة ممكن تقدميلي المؤسسة متاعي أغطي ال CV خليه ميخو دكتوراه ميخو مهندس هذا كل خليه على جنب أعطيني عمليا في المؤسسة متاعي ووجودك شابش يذيف لي شمش تذيف لي شمش تربحني كمستثمر وعنده حق طبعا نحن لنطوره في رواحنا كصاحة كباحث عن شغل لا يطور من نفسه لا يخدم على الصف سكيلز متاعه لا يخدم على الهارت سكيلز متاعه جي تأسأل تقول له وشنو هدفك في الحياة وشنو الهدف ديما نقوله فما قاعدة حلوة جدا شنقوله إذا كان شغلك أشيغل للبحث عن شغل فلن تجد الوقت أو للفرصة لتشتغل وإذا كان شغلك أشيغل تطوير ذاتك فلك القرار أن تختار ما تشتغل ووقت ما تشغل وحيث ما تشغل هو الجه القرار والمعلومة قرار وتطوير الذات قرار سيما في ظل الانفتاح التكنولوجي المعلومات نعيشها اليوم يعني فهم الطفرة على مستوى المعلومات والفيديوهات ووزائل التواصل كل شيء مفتوح مجانا مجانا تحب تطور روحك تنجم تحب تخدم على تنجم تحب تعمل وإهداف تنجم لكن فين الإرادة والرؤية نحن مدام في الطاقة السلبية رهيبة السوشيال ميديا يساهم في الطاقة السلبية أبو أبو يعني السوشيال ميديا يوري فيه لأسف أنا نقول لأسف توكيمة البرنامج متاعك هذا أقلية برامج تحسنهم بأقل من 5 برامج في كل القنوات متاعنا كل تنسية تلقى 3-4 برامج علش مشكورين جدا لأحضراتكم قاعدين تعملوا فيه ثورة فكرية ذاتية وتحفزوا في الناس شوفوا الناس الناجحة شوفوا الناس اللي فتحت مشاريع ومطلقت هنا أحنا كفريق أعداد من الأول كان على أساس في ظل هالعتمة والسواد خلينا نخلقوا شوعة عنور خلينا نجيبوا الناس اللي ناجحة حلو وتحكي على نجاحها بضبط إذن أعلمين نجي الطاقة سلبية ما عند الناس اللي توا دي في الـ 21 سنة الأولى المحيط متاعوا يعني الأب والأم تلقاههم موما بينهم محبتين البو والأم يعلم الصغير متاعهم اللي هو صغير تقرأ وما تقرأش ماكش مش تنجح يعلم اللي ولده اللي هو صغير انتي فاشل يعلم اللي هو ولده اللي هو صغير ممنوع الإبداع هذه حرام هذه حلال هذه كخ هذه ما تعملش هذه ما تجربش إذن يقتلوله الخلايا متاع الشقة الأيمن من الدماغ نظرية هرما اللي قسمش الدماغ إلى الشقة الأيمن الأسهر المنظر السوداء والصندوق الأسوى دوقت في البلاسة هذه وما تتحركش وكون كيف كيف غير ما تفكرش غير الصندوق هذه حاجة ثم سبع سنين الثانين المعلمين متاعنا والمدرسين متاعنا المدرس يجيب الهم متاعه يجيب مشاكله ممكن عامل عاركة مع مرته والعامل عاركة مع صغير أو باستخدام البرمج اللي هو العصابية من اللي هو صغير مش موجود المدرس يجي فما صغيرات كرهت المدرسة ولحظوا الفترة الأخيرة في عزوف عن ذهاب المدرسة لأن المعلمين متاعنا محتاجين إلى تدريب المدرسين باش الكل طبعا في مدرسين مشكورين لأنهم عندهم إتقان فما مدرسين وطنيين فما مدرسين حاملين رسالة فما مدرسين اللي يتقن العمل المتاعه ويحبك في المادة متاعه يخليك تعشق المادة متاعه وهذا الكل عشناها وفما مدرسين مجرد تذكر اسم المادة تكرهها فما ذا بك ينحيوها من المنهج تول مباشرة ثم السبعة سنين الثالثة دي سوشال ميديا والأعلام وغيرها والأصدقاء والصحبة والصحاب الخلطة والأخير ولاد الحومة والكل فهذوما كذلك طاقة سلبية فما عدوى إذن لابد أن تكون صغير في الـ 21 سنة بعد 21 سنة فما هنا جي الإيرادة دي ما يسمى بقوة التغيير إذا كان الشخص أدرك أن الحياة متاعه ماشى في طريق خطأ فحتى ولو إخذاء مبادئ وقيم وعادات سلبية فعنده الوقت ولو عمره 60 سنة ولو عمره 70 سنة يقدر يغير وقت ما يحب يغير إذا كانت فما إيرادة وعزمة إذا كانت فما وعي بخطورة التواجه والتفكير هنا نمشي للطرف الثالث اللي هو أو الرابع الكمبليمت اللي هو المجتمع المدني دور المجتمع المدني يشتغلوا على التوعية ويشتغلوا على إعادة برمجة لغوية عصبية للعقول الباطنية للشباب يمتعنا من خلال محاضرات جماهيرية من خلال ما يقادمونهم من ورشة عمل يوريهم الطريق ريادة العمال وإلى آخرية لكن للأسف نقول إلى حد الآن معظم المجتمع المدني الكل لاهي في التجاذبات السياسية الكل هذا مع هذا وهذا مع فلان نساوي الدور الأساسي يمتاحهم تونس الآن في فترة بناء يعني على الأقل كما بنيناش بل نبدأ وغدوة نبدأ في أطوة ممع نحن محتاجين أن الناس الكل تنحي التجاذبات يعني تكيت في كل المجهودات بتاع الدولة بتاع المشغل بتاع المعيات بتاع المجتمع المدني أستاذ الفاضلة لو بنين الإنسان سنبني مؤسسات ولو بنين مؤسسات سنبني دولة إلى متى سنؤجل البناء إلى متى نحن ولا يهم ديما أنا أقول المجتمع المدني ما احتراماتنا للناس المناظذة اللي قاعدة فعلا تطور وتبني في الإنسان ولديها رسالة في أن المتقم مجتمع مدني منظمة أو جمعية عندها رسالة في الأنشتام تاحها فهذهما يخلوا في بصمة لكن المعظم المجتمع المدني اللي لا يهم في التجاذبات ولا يهم في الحكايات الفارغة ولا يهم في البوز هذا كل مش وقته تطور نحن محتاجين إلى كل الأطراف طبعا أنا نقول تطور فما كما قلت حضرتك المشاريع من خلال برامج من خلال أنت قاعدة تقدم في مجهود فالمجهود ذلك محتاج إلى باحث عن شغل جهز جهز واتي يستنى في الفرصة والجهزة هذه يلزمها كما قلت أنت أعد نظر على مستوى البرامج الدراسية الجامعية وعلى مستوى المستمع المد أكيد إرادة ذاتية يلزم الناس جزت كلمة خيرة لو سمحت في النقطة ذي بعد إذنك سمحني كلمة الختام ما غير ما نستنى أنا أنه التعليم يتغير أنا متأكد أنه وغير روحي واحد صحيح أنا متأكد أنه الدولة قاعدين يشتغلوا على هذا ولكن على الأقل البحث عن شغل اللي عنده عامين وثلاثة سنين بطال نقعد نستنى سبعة سنين أنا اللي يتغير المنهج هو خلاص هو أتخرج إذن هذا أمر واقع عيوضا أنه نقعد نبكي على أطلال وخطط أضاء أهدافي وأنطلق الحل بالنسبة للبحث عن شغل ليس الوظيف الحكومية وهنا رسالة للشباب بالبحث عن شغل لا تنتظر الوظيف الحكومية يعني الوظيف الحكومية تعبات خلاص الحل الوحيد في ريادة الأعمال الحل الوحيد في البزنس الحل الوحيد ستارتاب الحل الوحيد تمكن من soft skills وart skills وانطلق بنفسك حتى ولو ملقيش تمويل من البنوك المحلية في ناس مستثمرين عالميين في ويبسايدات في مواقع الإلكترونية تدخل إذا كانت تدخل لغة الإنجليزية تدخل لغة المانية تدخل لغة اليوم فور فري تنجم تتعلم كل شيء فور فري وأبحث عن الممول وأبحث عن المستثمر وانطلق في حياتك شكرا لك دكتور بيليل زيت تبارك الله شكرا لك دكتور بيليل ناجاتي دكتور في مجال التخطيط الاستراتيجي خبير دولي على كل التوضيحات بخصوص هالمجال الشائك اللي عنا سنوات ونحكيه فيه ونحكيه على العلات ونحكيه على الأزمات ونحكيه على المشاكل اللي هو مطلب باقي ملح في المجتمع التونسي ان شاء الله تفرج وان شاء الله تتحل كل الإشكاليات وان شاء الله نلقوا برشة شباب في كل مرة يقدم فيه شهادة حية ويخرج كما قلت أنت خارج الصندوق يقدم الإضافة شكرا لك سي بيليل ناجاتي مرة أخرى هكذا وصلنا نهاية وختام حلقتنا من عشرة عشرة التواصل عن طريق صفحتنا على الفيسبوك مع موادي البرنامج كريم التفي إيمان بوغوتايا شكرا لكل زملائي فين ما كنتوا تبقى على خير في الأمان شكرا لك دكتور شكرا لك دكتور شكرا لك شكرا لك